فيلمنا بيبدأ مع مجموعة أطفال بيلعبوا في المدرسة وبيقسموا نفسهم فريقين وبتكون بينهم بنت اسمها ليسون اللي بتبقى مستنية حد من زميلها يختارها بفريقه لكن محدش من أصحابها بيبقى عايز يختارها وبعد ما بتبدأ اللعبة بيتخنقوا معاها وبيخرجوها من اللعبة وبتروح تلعب لوحدها وبعدها بيطلعوا الولاد فصلهم وبتكون ليسون قاعدة لوحدها وبتبص على أصحابها وهم قاعدين بيتحكوا ويهزروا مع بعض وبتسمعهم وهم بيقولوا إن عيد ميلاد بورا صاحبتهم بكرة وبيبقوا بيخططوا إزاي يحتفلوا بيه لكن محدش منهم بيعزمها عشان تيجي معاهم وبتشوف ليسون ظرف واقع على الأرض مكتوب عليه دعوة عيد الميلاد بتاع بورا فبتروح عشان تدهلها وبتسألها بورا وراها إيه بكرة وبتعزمها على عيد الميلاد وبتفرح ليسون جدا وبتروح البيت تفكر في هداية هتجيبها لصاحبتها لكن بتكتشف إن مش معاها فلوس فبتقرر إنها تعمل لها إسورة من الخيط عشان تدهلها هداية في عيد ميلادها ولما بتروح ليسون البيت بتسمع مامتها وهي بتتكلم مع باباها وبتطلب منه إنه يخرجها لإن أجازة الصف بتاعتها هتبدأ بكرة وتاني يوم بتروح ليسون المدرسة وبيكون المدرس بتاعهم بيودعهم وبينصحهم إنهم في الأجازة يعملوا حاجات مفيدة ويقروا كتب كتير ويكتبوا يومياتهم لحد ما يرجعوا المدرسة تاني وبيسألهم عن المجموعة اللي عليها الدور في التنظيف وبتكون مجموعة بورة وهي اللي المفروض تنظف الفصل ساعتها بتبص بورة ليسون ويكون عايزها هي اللي تاخد مكانها في التنظيف عشان هي عيد ميلادها النهاردة ولازم تروح تكاهز للحفلة وبتبص لها ليسون وبتتحك لها وبتقول لها إنها موافقة وفعلا بيخرجوا الطلاب وبتبدأ ليسون تنظف وبتشوف بالصدفة بنت بتكون وقفة قدام الفصل وبتروح ليسون تسألها هي بتدور على مين وبتعرفوا على بعض وبتقول لها البنت إن اسمها جيا وإنها طالبة جديدة لسه جاية تقدم في المدرسة بتاعتهم وبتخلص ليسون اليوم الدراسي بتاعها وبتروح بسرعة لبيت بورة عشان تحضر عيد ميلادها وتدلها الهدية لكن المفاجأة إنها لما بتوصل مش بتلاقي بورة وبتكتشف إنها اديتها عنوان غلط عشان مش عايزها تبقى موجودة في عيد ميلادها وبتزعل جدا ليسون من اللي حصل وبتحس إن أصحابها بيكرهوها وبتقف في الشارع وهي متضايقة وبتفضل تبص الإسوارة اللي كانت عاملها لحد بتشوفها جاية الطالبة الجديدة وهي واقفة سرحانة وبتروح تتكلم معها وبتطلب منها إنها توصلها للبيت لأنها لسه مش حافظة الشوارع كويس وممكن تتوه وهم ماشيين بتشوف جاية الإسوارة اللي بتبقى مسكها ليسون وبتعجبها جدا وبتسألها اشتريتيها منين وبتقول لها ليسون إن هي اللي عملتها وبتصم منها تدها لها هدية وبتفرح جاية بيها جدا وبتشكرها وبتروح ليسون لبيت وبتسألها ماموتها عن حفلة عيد الميلاد لكن هي ما بتقولش الحقيقة بتجدب عليها وبتقول لها إن الحفلة كانت حلوة وهي كانت مبسوطة وبتحكي لماموتها إنها تعرفت على بنت جديدة في المدرسة وبتبقى فرحانة إن أخيرا بقى عندها صاحبها تلعب معاها وتاني يوم بتروح ليسون لبيت جاية اللي بتقول لها إنها عايشة مع جدتها وإن ماموتها مسافرة تشتغل في إنجلترا وبتاخدها وبينزلوا يروحوا ملاهي وبيلعبوا وبيقربوا البنتين من بعض أكتر وبيبوا أصحاب وكمان بتاخدها جاية وبيروحوا مكان تاني في ألعاب لكن ليسون مش بتكون عايزة تدخل وبتقول لها إنها مش معاها فلوس لكن جاية بتدخلها وبتقول لها إن هي اللي هتدفع لها ولما بترجع ليسون البيت بتبقى فرحانة وبتفضل تقنع ماموتها وتتحيل عليها إنها توافق إن صاحبتها جاية تيجي تقعد معها في البيت لحد ما جدتها ترجع لكن ماموتها في الأول بترفض لإنها بتبقى خايفة عليهم يعودوا لوحدهم وبتوافق بصعوبة بعد ما بتقنعها ليسون إنها تهتم بأخوها وتاخد بالها منه كمان هتهتم بنظافة البيت وهي مش موجودة وبتروح ليسون بسرعة تقول لجاية اللي بتفرح جدا إنها هتبت معاها وتلعب معاها في بيتها وبيقضوا البنتين وقت كبير مع بعض وبيبقوا مبسوطين جدا وفي يوم بيروحوا البنتين محلي بيع ألعاب وهناك بتشوف ليسون علبة ألوان كبيرة وبتعجبها لكن ما بتقدرش تشتريها إنها غالية وبتاخد بالها جاية بتجيبها لها وتدها لها هدية ولما بيروحوا البيت بتحكي جاية ليسون إن باباها ومامتها تطلقوا من زمان وإنها عرفت لما كبرت وبتقول لها إن جدتها بتتعصب عليها لما بتسألها عن مامتها وبيناموا البنتين ولما بيصحوا الصبح بتشوف جاية ليسون وهي بتلعب مع مامتها وبتهزر معاها فبتتدائي جدا وبتحس بالغيرة لأن مامتها مش معاها فجأة بتغير معاملتها لها وبتتجهلها وبتلاحظ ليسون إنها بقتش تلعب معاها لكن ما بتبقاش فاهمة هي بتعمل معاها كده ليه وبعدها بتقول جاية ليسون إن جدتها قدمت لها في أكاديمية عشان تروح تتعلم فيها إنجليزي وبتعرض عليها إنها تيجي معاها لكن كالعادة ليسون مش معاها فلوس عشان تقدم فبتقول لها إنها تخلي باباها يدفع لها وبتبقى ليسون مسكة الموبايل بتاع جاية وبتلعب عليه فبتاخدوا منها جاية وبتتعصب عليها وبتقول لها إنها لازم تخلي أهلها يشتروا لها موبايل عشان بتخلصلها البطارية لأن طول النهار معاها وبتقول لها كمان تقول لما مامتها وتتصلش بها تاني على موبايلها عشان تطمن عليها وبتسيبها وبتمشي وبتبقى ليه سن متفاجأة من طريقتها الوحشة معاها وفي تاني يوم بتروح ليه سن مع أخوها الصغير لمحل الألعاب وبتشوف جاية وهي معدية مع جدتها اللي بتزعق لها عشان تدخل الأكاديمية وبتخرج من المحل وبتروح لها وبيتكلمه وبتصلحه وبعدها بتفتكر إنها نسيت أخوها وبيرجعوا البنتين بسرعة المحل عشان يدوروا عليه لكن ما بيلقوهوش هناك وبيفضلوا يدوروا لحدها بتلاقيه جاية وبتقول ليه سن إن صاحبتها في الأكاديمية لقيته لكن بتتفاجئ ليه سن إن صاحبتها دي تبقى بورة اللي بتتنمر عليها مع زميلتها في المدرسة وبتكرهها تاخد أخوها وبتسيبهم وبتمشي وبتبقى متضايقة جداً لأنها بتعرف إن بورة وجاية أصحاب وبتنتهي الأجازة وبتبدأ الدراسة وبترجع ليه سن المدرسة من تاني وهناك بيكون كل أصحابها بيسلموا على بعضها لكن هي محدش بيتكلمها لحد ما بيدخل مدرس بتاعها وبيبقى معاها جاية وبيعرف الطلاب عليها لأنه ده أول يوم ليها معاهم في المدرسة وبتفرح ليه سن جداً لما بتشوفها وبتشاور لها بإدها لكن جاية بتعمل نفسها مش شايفيها وبتعملها كأنها ما تعرفهاش وتفضل تشاور لبورة صاحبتها الجديدة وتتحك لها وبعدها بيعودوا الطالبات مع بعض وبتشوفهم ليه سن وبتسمعهم وهما بيتكلموا عن عيد ميلاد جاية وأنهم هيجمعوا فلوس ويشتروا لها هداية غالية فبتروح ليسون عشان تقعد معاهم لكن كلهم بيسبوها وبيمشوا ولما بترجع البيت بتجمع كل الفلوس اللي معاها بتقرر أنها تشتري الجاية هداية ولما بتلاقي الفلوس اللي معاها مش هتكفي بتسرق فلوس من ومتها وتشتري الهداية وفعلاً بتروح لبيت جدتها وتديها الهداية لكن جاية بتكذب عليها وتقول لها أنها مش عاملة حفلة عيد ميلاد عشان عندها مذاكرة كتير وواجبات لازم تخلصها ومش بترضى تفتح الهداية وبتبقى عايزة ليسون تمشي بسرعة وفجأة بتشوف ليسون بورة وأصحابها وهم خارجين من جوة واللي بيلوموا جاية أنها عزمتها وبتبقى ليسون مصدومة من اللي صاحبتها بتعمله معاها وبتفهم أنها عملت عيد ميلاده ما كانتش عايزها تبقى موجودة وبتزعل جداً ليسون من اللي حصل وبتسيبهم وبتمشي ولما بترجع البيت بتتعصب عليها مموتها عشان نزلت وسبت أخوها الصغير لوحده في البيت وبتشوف معاها الهداية الغالية وبتسألها جابت فلوسها منين وتاني يوم بتروح ليسون للمدرسة وهناك بتسمع أصحابها وهما بيتكلموا عليها تبقى معاهم جاية اللي بعدت عنها وبقت بتضيقها معاهم وبتقول لهم أنها مش معاها موبايل وكيب بتاخدوا الموبايل بتاعها منها وتلعب عليه وبيروحوا لها ويطلبوا منها أنها ترجع لجاية ألوان التلوين بتاعتها فبتقول لهم ليسون أنها كتمديها هداية عشان تستخدمها وبتقول لها جاية أنها فهم غلط وبتضطر ليسون أنها تدهالهم وبيسيبوها وبيمشوا وبيبقوا لسه بيتكلموا عليها وبيقولوا أنها فقيرة وكمان ريحتها وحشة وبتسمعهم ليسون وبتبدأ تفقد الثقة في نفسها لدرجة أنها بتشمي هدومها وبتبقى حاسة أن ريحتها وحشة لما بترجع البيت بالليل بتتفاجئ أن جاية وجدتها جاين يزورهم في البيت وبتعرف أن جدتها تبقى صاحبة مامتها وبييجي اليوم اللي بعده وبتروح ليسون تدي أكل الجاية وبتقول لها أن مامتها اللي عملاه عشان يأكلوا مع بعض وبتقول لها أنها عايزة تصلحها ويرجعوا صحاب تاني لكن بتشوفهم بورة وهم قاعدين يتكلمون مع بعضه وبتتعصب على جاية وبتتدايق منها وبتسيبها وتمشي فبتلحقها وبتجري وراها وبيقع على أكلها على الأرض وفي يوم بيكونوا في المدرسة وبيقول لهم المدرس نتيجة الامتحان بتاعهم وبيتفاجئ أن جاية ترتبها الأول على الفصل وبتغير منها بورة لما بتعرف وده بيخلي علاقتها بيها تتوتر أكتر ويبعدوا عن بعض وبتكون ليسون درجتها وحشة فبتاخدها مامتها للأكاديمية اللي بيدرسوا فيها أصحابها عشان تحسن مستواها لكن ليسون مش بتبقى عايزة تروح معاهم وبتتحجج لمامتها وبتقول لها أن التكاليف بتاعة الأكاديمية هتبقى غالية وبتتحيل عليها وبتقول لها أنها تذاكر كويس ولما بيروحوا الأكاديمية بتشوف ليسون هناك بورة وهي بتعايد بسبب درجتها في الامتحان ولما بيرجعوا تاني يوم المدرسة بتلاحظ ليسون أنهما بيتنمروا على جاية وبترجع ليسون البيت وبتلاقي جدة جاية قاعدة مع مامتها وكاب بتتكلم معاهم عن جاية وبتقول لهم أنها تعرضت للتنمر من أصحابها في مدرستها القديمة بسبب انفصال باباها ومامتها وبتعرف ليسون أنها كاب بتكذب عليهم لما قلت لهم أن مامتها مسافرة تشتغل برة في انجلترا وبيعرفوا أنها موجودة لكن ما بتسألش على بنتها وتاني يوم بتكون جاية في المدرسة وبتشوفها ليسون وهي بتخسل إيدها وبتلاقيها لبسة لإسورة اللي ادتهالها وتقول لها أن شكلها حلوة عليها فبتفتكر جاية أنها بتزلها وبتتعصب وبتقطعها وبترميها على الأرض وبيشوفهم بورا وأصحابها وهما وقفين مع بعض وبتنمروا عليهم هما لاتنين وبالليل بتكون ليسون ماشية وبتشوف باباها وهو مرمي على الأرض لأنه مدمن كحول فبتاخدوا معاها عشان ترجعوا البيت وبتشوفها صاحبتها الجاية لكن مش بتتكلم معاها وبتمشي وبترجع ليسون البيت وبتقرر تعمل إسورتين لجاية علشان تدهم لها بدل اللي هي قطعتها وبتاخدهم معاها تاني يوم للمدرسة ولما بتقابل جاية عشان تدهم لها بتسيبها وبتمشي ومش بتبقى عايزة تتكلم معاها وبتدخل ليسون الفصل وبتلاقيهم كلهم بيبصوا لها وبيتحكوا وبيبقوا كاتبين على الصبورة أن باباها مدمن فبتتعصب ليسون وبتقوم تمسح الكلام المكتوب بتعرف إن جاية راحت قلت لهم وفضحتها ولما بتروح البيت بتبقى مامتها بتلمها على مستوىها في الدراسة وبتقول لها أن درجاتها بتقل بالرغم من إدنها ودتها الأكاديمية زي زميلها وبتحاول تعرف منها إيه المشكلة لكن ليسون مش بترضى تتكلم لحد ما بييجي باباها وبتتعصب عليه وبتقوله أنه هو السبب لأنه مدمن كحوله وبتاخد الكحول من إيده وبتروح ترميه والتاني يوم في المدرسة بيعرف المدرس بتاعهم بالله حصل وبيجبر جاية أنها تعتذر للليسون إنها كدبت وقالت كده عليها لكن جاية مش بترضى تعتذر له لو بتخرج ورها بتقول لها أنها فشلة وعشان كده ملهاش تحوب مفيش حد بيحبها في المدرسة وبعدها بتقرر ليسون إنها تاخد حقها منها بتدخل تقول لكل أصحابهم في المدرسة الكلام اللي سمعته من جدتها إنها ما كيتش عندها أي أصحاب في المدرسة القديمة وكمان كيت أسوأ طالبة فيهم وبتقول لأصحابها إنها بتكذب عليهم لما قالت إن مامتها مسافرة انجلترة وبتتعصب جاية من كلامها لأنها فضحتها قدام صحابها فبتتخانق معاها وبيضربوا بعض وبييجي المدرس بتاعهم وبيعقبهم هما الاتنين وبتعد الأيام بعدها وبيلعبوا الأطفال مع بعض وبيقسموا نفسهم فريقين ولما بتيجي الكرة على ليسون بتخرج برا اللعبة بتفضل تبص على أصحابها وهم بيلعبوا وبتلاقيهم بدأوا يتخنقوا مع جاية وبيقولوا إنها بتغش في اللعبة وساعتها بتدفع عنها وبتقولهم إنها كيتش شايفها وما كيتش بتغش زي ما هما فاهمين وبعد ما جاية بتخسر وبتخرج هي كمان برا اللعبة بتبص لها ليسون وبتبقى زعلانة من نفسها وندمانة على اللي عملته معاها الفيديو ده كتابته إمان ماهر وسجلته أمل عقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنيمي سليم